أهلاً وسهلاً أهلاً بكم مع البروفيسير الدكتور كرم أنيس أستاذ اللغة الإنجليزية بولايات المتحدة الأمريكية ومترجم لدى المحاكم الفيدرالية العليا بأمريكا وأيضاً المحاكم الدستورية بالولايات المتحدة الأمريكية أهلاً بكم حبايبي متابعين من كل دول العالم النهاردة طبعاً إن شاء الله بإذن الله هقدم لكم حرامي نصاب وللأسف بقولها من داخل جمهورية مصر العربية طبعاً كل مجتمع فيه الصالح وفيه الطالح بس أنا أقدم لكم النهاردة واحد نصاب من داخل مصر النصاب دوات الحرامي دوات هنبتدي كده نشوف الرسائل بينه وبين أحد الطالبة اللي بياخدوا معايا الكرسات أولاين الطالب ده من داخل أمريكا والطالب ده هنا رجل أعمال في الولايات المتحدة الأمريكية للبيزنس الخاص به فطبعاً لما أنا بنزل فيديوهات عشان برضو بقول لك القصة إزاي عشان تفهم برضو الحرامي ده دخل عليه إزاي عايز إيه منه عشان تفهم الدماغ ماشي إزاي البداوت اللي هو اللي في مصر ده شاف الطالب بتاعي اللي هو بيدرس معايا علق على أحد الفيديوهات بعد محاضرة واحدة فكان فرحان كان مبسوط فهو قال لي في الكورس إن أنا مخدتش محاضرة بالشكل ده في حياتي فبنانا علي تاني يوم على طول لقيته منزل يعني تعليق على الفيديو بتاعي وقال كده بصراحة البروفيسير رائع والبروفيسير يعني طريقته في الشرح رهيبة جدا أنا عمر ما خدت في حياتي المستوى دوت وكان موعدنا إن إحنا ناخد المحاضرة ساعة ونص قعد فوق الثلاث ساعات ونص فإزا البيه دوت اللي هو من مصر النصاب الحرامي دوت شاف التعليق فقال لك إيه طب أنا أتواصل معاه أنا أتواصل معاه بس بطريقة غير مباشرة طبعا لما يكون معك حرامي بالشكل دوت أنا طبعا تعملت مع الناس زيت كتير جدا في حياتي بيقول له ما إيه طبعا زي ما انت شايف كده على سكرين كل حاجة سكرين شات كل حاجة متاخدة سكرين شات بتسجيلات صوتية مش هو بس ده كذا واحد كذا واحد لإن في ناس كتير بتحاول أولا تغلق الصفحة تحاول تهكر الصفحة بتاعتي تحاول تخش على اليوتيوب يهكر الحساب بتاعي على اليوتيوب ده الكلام ده بقاله فترة كبيرة جدا لان طبعا انا الحمد لله اشكر الله انا بصمت عليكم يا شوية كلوتات. من الاخر انا بصمت عليكم وعرفتكم ان انتم شوية جهلة. من الاخر لان خمسة وتسعين في المية انتم بتولعوا بتولعوا لما بتعرفوا ان الطلبة بتوعي الخمسة وتسعين في المية منهم خدوا كورسات في اي دولة من الدول ما استفدوش حاجة. سنين فلوس على الارض وانتم نصدتوا عليهم باسم التعليم والكورسات والفيلم ده كله وكل الطلبة بتوعي خمسة وتسعين في المية خدوا كورسات ما تعلموش حاجة. يبقى انتم اصلا ما بتعرفوش ربنا. يا شوية كلتات يا عالم يا وسخة. ان انت تاخد فلوس طالب سنين بيتعب وبيشقى عشان يدفعلك انت وفي الاخر ولا تعلم حاجة ولا درش حاجة ودحكتوا عن الناس باسم التعليم ولا بتعرفوا تشرحوا ولا في مادة علمية ولا في اي حاجة شوية بالزبط ولا ليكوا تلاتة لازمة. علم وسخة ونصابة وحرامية. بص اول حاجة اهو اول كل حاجة متاخدة وكل حاجة متسجلة وكل حاجة مشة زال فل. ده مش هو بس ده كزا واحد. هنز الناس وللاسف بقولك للاسف معظمهم من داخل مصر. معظم هم ما كانش كلهم من داخل مصر. ادي اول واحد. بيقولوا بقى السلام عليكم اه. بقول لو سمحت يا استاذ احمد ممكن تجربتك مع كورس البروفيسير كرب انيس. كل ده هيطلع على السكرين دلوقتي. وهل بيدي كم كورس في الجنرال انجليز بحيس ان بعدها اقدر اه ادرس كورسات متخصصة. فقال له الشخصات اللي معايا يعني بيدرس معايا طبعا درجو الاعمال هنا في امريكا. ومراته سيدة محترمة جدا شغالة في الدولة في الحكومة الامريكية. فقال له والله اه البروفيسير كرب انيس راقي جدا وبيعطي وقته للطلاب كتير كتير بيبزل مجود اكثر من الممكن. فبيقول له بقى ايه اللي هو بتاع مصلا بيقول له ايه. طب ممكن محتوى الكورس معاه? قال له تقدر تتواصل معا البروفيسير نفسه. وده حلو جدا. فعلا انت حبيبي تعال لو انت عايز مسلا تعرف اي حاجة. طب ما تتواصل معايا. وانا بقول مسلا اخوانا تواصلوا معايا على انستجرام. تواصلوا معايا على ميسينجر. تواصل معايا. وبديك وقت معايا ان انت تتصل بيا ونتكلم معايا. طب ليه انت مش جيلي? ليه بتلفه وتدور? ليه وتضف له وتلفه وتدور يا عالم يا وسكة حرامية. يا نصابي حرامي. ده بصوتك هنزل الوقت. فبقوله تقدر اهو تقدر تتواصل مع البروفيسير نفسه. كلام حلو جدا وكلام محترم رجل طبعا عنده بيزنس. وامراته سيدة محترمة جدا شغالة هنا عندنا. في الحكومة الامريكية. في يعني واحد بتكلم حد نحترم وحد كويس ومع فلوس. فالتاني بتاع مصر دوت داخل عليه بقى بالحنجل والمانجل ومش اعرف ايه وبتاع اسمع دوت اسمع. فاللي معانا بيقوله ايه بقوله لازم يختبر مستواك الاول. وده طبيعي لازم اشوف مستواك الاول ايه عشان اضمك احد المجاميع بتاعت. انا عدي مجاميع كتير ومستواك كتير. فلازم اختبر مستواك الاول. فبيقوله بقى ايه التاني بقوله هو بيقفل الصوت اثناء المحاضرة. بتاع مصر ده بقوله هو بيقفل الصوت اثناء المحاضرة. مخصص وقت محدد للتفاعل. طبعا انا كده يعني خبرتي ده ممكن عايل مزقوق من مؤسسة تعليمية من مسلا مكان تعليمي في مصر. ممكن مسلا عايل بيدرس مدرس لهم النص لبه دول. بياخد له مسلا كم عايل تحت السلم في قوضة مسلا يدرس لهم. فعايز يعرف الطريقة. او ممكن مزقوق علي من جهة تعليمية مؤسسة تعليمية في مصر. طبعا اللي بدرسوا معامل مصر خدوا كورسات ولا الهواء. ولا الهواء في البطيخ ولا اصلا درسوا حاجة. وقال لك كده احنا ما استفدناش حاجة. ولا عرفنا حاجة ولا بنتكلم ولا في اي حاجة. فبيقول له هو بيقفل الصوت اثناء المحاضرة مخصص وقت محدد للتفاعل. قال له اي مثل اي فصل دراسي. طبعا اللي معنا هنا اه درس هنا في امريكا وخدت كورسات فطبعا عارف. فبيقول له التاني اي 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 مثل فصل دراسي ازاي. طبعا بتعمص ده اه طبعا ما يعرفش يعني بقول له ازاي يعني. قال له يعني بيقفل الصوت ما تقدرش تتكلم في اي وقت. وعايز يعرف الطريقة. عايز يعرف تبدير الكلاس ازاي. قال يعني وقت ما هو بيشرح. كيف تريد تتكلم. فقال للصوت مش مقفول اصلا. لكن شرح المحاضرة بيحتاج الاسغاء. طبعا لازم تقفل الصوت عشان دراسرح تمام. اه سؤال معلش يعني اللي هو بتاع مصر بيقول له بقى. سؤال معلش يعني هل من وجهة نصك التكلفة ملأمة? مع القاعد ولا التكلفة اعلى? طبعا عايز توصل لايه وحدة امت يعني? عايز توصل له. عايز توصل. عايز تقول ايه طيب? بقوله التكلفة عالية. ولا التكلفة اعلى؟ شغل حاوليني يا تيتا. شغل حاوليني حاوليني يا تيتا. شغل نصبين وحرامية. وعقليات بنت وزخة شوية نصبين وحرامية بيخص وخلاص. بص بيقوله بقى ايه؟ بيقوله هنا ازا ما بقدر اعطي رأيي اللي هو معانا هنا بيقوله ازا ما بقدر اعطي رأيي من الناحي المادية كل واحد يراها من وجهة نظره وده حقيقي كل واحد مقدرته المادية كلام جميل كلام فعلا جميل وكلام ممطقي رجل اعمال خلى بالك بيتكلم التاني طبعا عائل شانكوتي نص لبة وقع تعباني يا قلبي دوت يعني عائل كسكوسي ملوش لازمة اللي هو بتاع ايه اللي هو من هناك دوت من النص ماشي بعد كده بقى بص بقى الاسكرين اللي دوت بص ما بيقول له ايه طبعا هنا الصوت مش مقفول اصلا لكن شرح المحاضرة بيحتاج الى اصغاء ده اللي من عندنا هنا ده فعلا سؤال معلش برضو ها اه تكلفة بقى قال له لان يعتبر المستامعة اكثر التاني بقى اللي هو بتاع مصر بقول له ايه لان يعتبر المستامعة اكثر تكلفة من جامعة امريكية طبعا جامعة امريكية يعني احنا في امريكا وانت بسا يعني جامعة احنا اصلا عندك في مصر جامعة امريكاً وهو طبعا وعشان انا بتكلم مع عربي مصري فالتاني بيقول لك ايه بقى يعني احنا نعرف يد الجامعة امريكية ويهوو في ناس هنا كثير او تارف يعني مالجامعة امريكية اصلا فطبعا عقلية محدودة جدا فبقول له ايه وبيحسبني مسلا انا عندو مسلا ف llamado ولا كفر الشيخ وانا خدت بالك فبقول لك لا يا اكتر من الجامعة الامريكية اللي بيعتبر المستامعة اكثر تكلفة من الجامعة الامريكية. فاللي هنا رد بيقول له ازا ما بقدر اعطي رأيه من الناحية مدية لكن كل واحد يا رموية نظري. اه انا بسأل على الفايدة. التاني ما بيقوله انا بسأل على الفايدة. هو خلي بالك عايز يضرب. خلي بالك بس يضربه. شغلنا الصابين وحراميه وعلى اصلا كل التات كلها. فايزا بسأل الفايدة. بقوله بسأل الفايدة يعني. اه. اه. فاللي عندنا بيقول له. طب الجامعة امريكية فين يعني? هو ما يعرفش. واسأل ممكن مسافرش مصر. ما يعرفش. فبقول له الجامعة الامريكية فين? انت وين عايش? انت عايش فين انت? ده على اساس بسأل كل الناس هنا بقى تعرف الجامعة امريكية في مصر. طيب. فرح بعت له بقى ايه? اه. بعت له صوت. حسن معقول كل وقت. بس ايه بقى قبل الصوت ده بيقول له ايه? نشوف السكرين دوت بيقول له ايه? اه يا ريت حضرتك تكون في امتنى اخدت بالك بص اخدت بالك بص ما بيقول له اخدت يعني واخد بالك اتا. اخدت بالك ما اللي انا بقوله دوت. يعني هو استغلالي. اخدت بالك واخد بالك. اه. عائل حرام نشال. فبص بيقول لك ايه? اخدت بالك. يا ريت حضرتك توضح عشان عايز ابدأ معاه ومتردد جدا. بص عايز ابدأ معاه ومتردد جدا. طبعا انا ما اخدس العالم الوسخة داخل يا ريت اخد مين ده اصلا? عال حرام يتعادف مجموعة. يا ريت حضرتك توضح عشان عايز ابدأ. ده مش واحد بس ده معانا سكرينات كثيرة اخوانا. وبالتسجيلات وصوت. عالم وسخة بقولك معظمه من داخل مصر. بص يا ريت حضرتك توضح عشان ابدأ معاه. ومتردد جدا. متردد هل يعني انا هاخده? ومتردد جدا. هل يعني انا هقدر يدفع لنا? ومتردد جدا. اللي معنا هنا بيقول له ما اعتقد انه استغلالي. اكو استغلالي بالموضوع طالما الشخص كان آآ من يكن يعرض اللي يعجبه يعني هو فعلا عرضه طلب يعني ده اللي هنا بيتكلم. آآ والمتلقي يبقى يوافق ام لا? هي فعلا عرضه طالب تي شيرت مسلا انت عايزين دولار تلاتين دولار. انت عايز طبعا انت بتكلم مين اصلا? بتكلم مين ده يا با? بيشد آآ زبلة حماء مع الصبح. بدنا عام ده بيضربه اصلا مع شوية آآ كوسكوسي ويا كلهم رايحة يا با انت بتكلم مين? طبعا هنا بيقول له والمتلقي يبدأ يوافق ام لا? ده بيزنس. طيب. هذا شيء شخصي. ده فعلا شيء شخصي. تمام? طبعا هناك بقى اخونا بقى الكوسكوسي فانتي ده. البروفيسير بيقول لك المحاضرة ساعة ونص لكن هو بيبقى يشرح ثلاث او اربع ساعات احيانا. يعني بيعطي اكثر مما هو متفق عليه. وده فعلا. اكثر مما قلنا يهمني طبعا الطالب يوصل والطالب طبعا ياخد شغل كويس والطالب يتحس بمستوى. ده اهم حاجة طبعا. تعال بقى نشوف اللي جايب اه. بص اللي جايب اه. ممكن مستوي اقل من مستويك الانجليزي. اه قلت لك المحاضرات مخصصة لكل فئة. بخصوص التكلفة اني ما احتاج شارك احد. فهنا بقى بيقوله ايه. طبعا هنا يعني ربنا مديله فبيقوله انا مش محتاج اشارك حد يعني. فالتالي بيقوله ايه طب ممكن ابعت اه ابعت بس ابعتلي حاجة الماتيريال. عايز ياخد الكورسات مجاني. عايز ياخد الكورسات مجاني. فبيقول بص بقى الدخلة ايه? دخل ازاي? بقولك عايز شنكوتي نص لبة. فبيقولك ايه بقى? طب ابعتلي اي حاجة عايز الكورسات مجاني. ابعتلي اعلى حاجة اشوف النظام بس. اشوف النظام بس. خطي اللي هنا بيقوله انا ادخل لبالك ده اول كورس ليه? فطبعا المستوى اللي مبتدئين. فهنا بيقوله انا مستوية مش الاعلى. فهنا برضو بيقوله ايه? بخصوص التكلفة انا مش محتاج اشارك حد. يعني التاني بيقوله ايه? طب انا ممكن اشارك يعني اشارك معاك التكلفة. فقال له لا. انا مش محتاج اشارك حد. طب انا مستوية مش الاعلى. فالتاني بيقوله طب محاضرة واحدة بس بعتلي المحاضرات. لما لقى ايه مش عايز تدينه المحاضرات؟ بيقوله طب محاضرة واحدة بس بعتلي المحاضرات بتاعته. بص بقى. اللي هنا بيقوله بس كذلك اللي جاي بقى هو يعطي لكل مستوى محاضرة خاص. والتاني بيقوله بقى هل دي طريقة? اللي يعني في مبتدئ ومتوسط وبروفيشنل وفي عالي ومستوىات عالية تختلف مستوى الاخر. تقدر تتواصل معاه وتحكي معاه بقى هذا الخصوص. طبعا انا ما شفتش. خلتبالك خالص اه حموكشة دوت ولا اتصل بي ولا اي حاجة ولا اتواصل معايا ولا ايبت انجام. بيلفوا 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 بيلفوا. شو الله حنصبين وحرما يوعين مسلا نص لبك حبسجية كلها. خلتبالك بقول لك ممكن مستوى اقل المستوىات بالانجليزي قلت لك المحاضرة مخصصة كل فئة. خصوص تكلفة اني ما محتاج اشارك احد يقول له بقى تاني العيل الشانكوتي ده بيقول له ايه. بيبعت لي اعلى حاجة اشوف بس النزام بس اشوف بس النزام عاجة اخذ المحاضرات. مجانا. طبعا لك مجان. عاجة اخذ المحاضرات مجانا. عيل طبعا. نص لبك جماعة. وشانكوتي. تعال يا بوصل بقى. يعني ايه? ااا هنا. ااا. نشوف بقى صوتك. له لازم برده جماعة صوت. الصوت بخالة بالك يعني الصوت اهو الصوت اهو تعالوا بقى اسمعك صوته. صوت النصاب الحرامي دوت اسمعك صوته عشان برضو بنقرف اخواننا. البي ده ايه الشنكوتي ده ايه اسمع صوته بص ما بيقوله ايه بص بيقوله ايه طبعا جاب صوته عشان فرسالة ببص بيقوله ايه اهو. بس هده يعمل الفايدة يعمل كده مش فارقه يعمل خلي بلد الا امش بسألك عالماديات اهم حاجة الفايدة بس اه انا بسأل هل هو استغلالي مسلا املا نصبق ايه بس ايه انا بسأل عالفايدة بس ايه بس ايه بس اوه بس اه انا بس ايه عالفايدة يعني بس ايه يا دي اطلع يا طول السطح يا دي اطلع لها هو اتكلتاني يالا اطلع يالا اطلع يا بسمات ايه يا شعدي وما يهدي له يا بسمات لا يستهد狼 بس ايه بس اه انا بس أه انا بس عالفايدة فنوس ايه يا شنكوتي يا هنكوح يا نصاب ايات فنوس ايه لا تدفعى بالتنائية ولا اصلا بتاع تعاليم يا هده يا عشان كوتي بصوا بقى رسالة تانية بصوا رسالة تانية خليني بقول لك كده برضو شفت اللي محاضرة على الهيديو كان محتوىها برضو مش قدي كده مش عارب بقى نظامه في المحاضرات التانية زي كده ولا هيا مقر بقى تخالك كده وتشوف ايه وتشوف وجهة نظرك من الكورسي اللي حاضرتك حاضرته والمحاضرة دي ايه بيتكلم يعني في حاجات كده مش النظام يعني في حاجاتك كده معجبنيش شوي عشان بس يعني تقارن بين الحلقة بتاعت اليوتيوب والكورس اللي انت بتاخده عايز يوقعه عايز يخليه شوك عاي النصاب العاي الحبساجي اصلا حد زقه عشان يقوله الكمتين دول عشان يشككه في البروفيسير عشان يشككه كل ده بيلعب عشان ما يخليش ياخد الكورس ما انا مش قادر فانا اعمل ايه اهد المعبد ما انا مش قادر انت مش عايز تاخدني عشان ما عيش فاهد المعبد بقى ما خليش حد ياخد معاك هي دي كده يا عائل يا نص لبه هي دي كده اسلقه 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 تعال كسكسي يا لأ تعال كسكسي جبناك وغيرك الجاب بسكرين شاتس البروفيسير بصم عليكم يا شوية شانكوتية شوية نصابين وشوية حرامية مش عارفين تعملوا حاجة عايزين تهكروا هنا وهنا 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 عشان عارفين البروفيسير بصم عليكم يا شوية نصابين ولا ليكم في تعليم انا بالكلام ده ليك انت يا لأ لا ليك في تعليم ولا ليك في اي حاجة بس ليك في خراب بس ايه 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 علي انا يا لأ هتلعب علي انا يا لأ يد انا واخد يا لأ سفر هنا وهنا وصبت زي كتير 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 نصابين وحرامية وقوادين واللي زيك كده كتير يا نصابي حرامي يا شانكوت يا كلوت طلعتك كلوت يا لأ كلوت ولا ليك تلاتة لازمة جاي تلعب علي يا لأ تلعب علي يا لأ وتلعب على الطالبة بتوعي ده انت وغيرك كلهم سكرينات متاخدة سكرينات متاخدة وصوت متاخد يا شوية او ساخ يا شوية زبالة يا عالم يا وسخة عقلية حرامية من زيكو هنا بيجو هنا بيتسجنوا يا كلاب بيتسجنوا بخص السجون عقليات وسخة بنت وسخة عقليات شوية نصابين حرامية تتكمنيلة تتكمنيلة شوية نصابين لا عايزين غيركو يعيش وعايزين تهدوا اي حاجة عالم وسخة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة